بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من دروس تفسير سورة صاد للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الرابعة والثلاثين وما بعدها إلى الآية الأربعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يقول الإمام في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسليمان عليه السلام واختلفوا في المراد من قوله تعالى ولقد فتنا سليمان ولأهل الحشو والرواية فيه قول ولأهل العلم والتحقيق فيه قول آخر أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات الأولى قالوا إن سليمان عليه السلام بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبها وكانت تبكي أبدا على أبيها فأمر سليمان عليه السلام الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشيا مع جواريها يسجدن لها فأخبر آصف سليمان عليه السلام بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده إلى فلات وفرش الرماد فجلس عليه تائبا إلى الله تعالى وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها يوم فأتاه الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان وقال يا أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان فأتى عليه الطير والجن والإنس وتغيرت هيئة سليمان عليه السلام فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم أخذ يخدم السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على هذه الحالة أربعين يوما عدد ما عبد الوثن في بيته فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقل ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابه وقيل بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان عليه السلام فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجدا لله عز وجل ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر والرواية الثانية للحشوية أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان عليه السلام وكان يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيها والرواية الثانية للحشوية أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان عليه السلام وكان يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيها فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله عز وجل والرواية الثالثة لهم قالوا إن سليمان عليه السلام قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس فقال الشيطان أو أحد الشياطين أرني خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله تعالى ولقد فتنا سليمان أن الله عز وجل ابتلاه وقوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه والرواية الرابعة أن سبب فتنته كان احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقي على سريره شيطان عقوبة له واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه الأول أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء عليهم السلام فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية الثاني أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان عليه السلام بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرب ديارهم ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء عليهم السلام أو لا والثالث كيف يليق بحكمة الله تعالى وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان عليه السلام ولا شك أنه قبيح الرابع لو قلنا إن سليمان عليه السلام أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة فكيف يؤاخذ الله عز وجل سليمان عليه السلام بفعل لم يصدر عنه وأما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء الأول أن فتنة سليمان عليه السلام أنه ولد له ابن الأول أن فتنة سليمان عليه السلام أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطا علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان عليه السلام ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل بمهماته إذ ألقي ذلك الولد ميتا على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله تعالى فاستغفر ربه عز وجل وأناب الثاني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهم فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرسانا أجمعون فذلك قوله تعالى ولقد فتنا سليمان الثالث قوله ولقد فتنا سليمان بسبب مرض شديد ألقاه الله عز وجل عليه وألقينا على كرسيه جسدا أي ألقيناه على كرسيه جسدا لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وجسم بلا روح ثم أناب أي رجع إلى صحته أو رجع إلى حال الصحة فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة الرابع أقول والقائل الإمام لا يبعد أيضا أن يقال إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي ثم إنه أزال الله تعالى عنه ذلك الخوف وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب وأما قوله تعالى قال رب اغفر لي فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه تمسكوا بهذه الآية فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك ألبتة عن ترك الأفضل والأولى وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ولأنهم أبدا في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوع كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى والله أعلم ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مهم الدنيا لأن سليمان عليه السلام طلب المغفرة أولا ثم بعده طلب المملكة وأيضا الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنيا لأن سليمان عليه السلام طلب المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المملكة ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضا لأنه تعالى حكى عنه أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وهود عليه السلام قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين في سورة هود عليه السلام فإن قيل قوله عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي مشعر بالحسد والجواب عنه أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا معنى قوله لا ينبغي لأحد من بعدي هو أن يعطيه الله تعالى ملكا لا تقدر الشياطين أن يقوموا مقامه البتة وأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه الأول أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غير البتة ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي والدليل على صحة هذا الكلام أنه تعالى قال عقيبة فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فكون الريح جارية بأمره قدرة عجيبة وملك عجيب ولا شك أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هو هذا المعنى لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتها فقوله لا ينبغي لأحد من بعدي يعني لا يقدر أحد على معارضته والوجه الثاني في الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بإرث أو بسبب آخر فسأل ربه عز وجل ملكا لا يمكن أن ينتقل منه إلى غيره وذلك هو الذي سأله بقوله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي ملكا لا يمكن أن ينتقل عني إلى غيري الوجه الثالث في الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليها فكأنه قال يا إلهي أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل الوجه الرابع من الناس من يقول إن الاحتراز عن لذات الدنيا عسر صعب لأن هذه اللذات حاضرة وسعادات الآخرة نسيئة والنقد يصعب بيعه بالنسيئة فقال سليمان عليه السلام أعطني يا رب مملكة تكون أعظم الممالك الممكنة للبشر حتى أني أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية الاحتراز عنها ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى الوجه الخامس أن من لم يقدر على الدنيا يبقى ملتفت القلب إليها فيظن أن فيها سعادات عظيمة وخيرات نافعة فقال سليمان عليه السلام يا رب العز أعطني أعظم الممالك حتى يقف الناس على كمال حالها فحينئذ يظهر للعاقل أنه ليس فيها فائدة وحينئذ يعرض القلب عنها ولا يلتفت إليها فأشتغل بالعبودية ساكنا نفس غير مشغول القلب بعلائق الدنيا ثم قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب رخاء أي رخوة لينة وهي من الرخاوة والريح إذا كانت لينة لا تزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة فإن قيل أليس أنه تعالى قال في آية أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها قلنا الجواب من وجهين الأول لا منافات بين الآيتين فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء والوجه الثاني من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولا منافات بين الأمرين وقوله تعالى حيث أصاب أي قصد وأراد وحكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون أصاب الصواب فأخطأ الجواب أي قصد الصواب فأخطأ الجواب وعن رؤب أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما فقال أين تصيبان أي أين تقصدان فقال هذا مطلوبنا وبالجملة فالمقصود أنه تعالى جعل الريح مسخرة له حتى صارت تجري بأمره على وفق إرادته ثم قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص قال صاحب الكشاف قوله والشياطين عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وقوله وآخرين عطف على قوله كل بناء وهو بدل الكل من الكل كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ وقوله مقرنين يقال قرنهم في الحبال وقرنهم والتشديد للكفرة والأصفاد الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضا قال النابغة ولم أعرض أبيت اللعن بالصفد صدر البيت هذا الثناء فإن تسمع لقائله ولم أعرض أبيت اللعن بالصفد أي لم أعرض بالعطية والمعنى لم أمدحك لتعطيني فعلى هذا الصفد القيد فكل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته وكل من أعطيته عطاء جزيلا فقد أصفدته وها هنا بحث وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظيمة وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الأبنية القوية التي لا يقدر عليها البشر وقدروا على الغوص في البحار واحتاج سليمان عليه السلام إلى قيدهم ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة فإن كان الأول وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة إذ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم فليجز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها وذلك دخول في السفسطة وإن كان الثاني وهو أن أجسادهم ليست كثيفة بل لطيفة رقيقة فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفا بالقوة الشديدة وأيضا لزم أن تتفرق أجسادهم وأن تتمزق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا في الحال وذلك يمنع من وصفهم ببناء الأبنية القوية وأيضا الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة فلما لا يقتلون العلماء والزهاد في زماننا ولم لا يخربون ديار الناس مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنهم وعداوتهم وحيث لم يحس شيء من ذلك علمنا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسامهم كفيفة مع أن لا نراها وأيضا لا يبعد أن يقال أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق والتمزق وأما الجبائي فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام وزعم أن الناس كانوا يشاهدونهم في زمن سليمان عليه السلام ثم إنه لما توفي سليمان عليه السلام أمات الله عز وجل أولئك الجن والشياطين وخلق نوعا آخر من الجن والشياطين تكون أجسامهم في غاية الرقة ولا يكون لهم شيء من القوة قال والموجود في زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس ثم قال تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وفيه قولان الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى أعطي من شئت وامنع من شئت بغير حساب قوله تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فيه قولان الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى أعطي من شئت وامنع من شئت بغير حساب أي ليس عليك حرج فيما أعطيت وفيما أمسكت الثاني أن هذا في أمر الشياطين خاصة والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون عطاؤنا فمن على من شئت من الشياطين فحل عنه واحبس من شئت منهم في العمل بغير حساب ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان عليه السلام في الدنيا أردفه بإنعامه عليه في الآخرة فقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وقد سبق تفسيره وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الأربعين ونقف عند الآية الحادية والأربعين وهي قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين